بخصوص النادي الاهلي واستعدده بقى لدوري السوبر الافريقي اللي هيبقى يوم عشرين اول مباراة تكون امام سنبا التنزاني يوم عشرين مباراة تانية مباراة العادة تكون يوم 24 النادي الاهلي لو كسب هيبقى يروح لمباراة اخرى في الدور القادم نتمانى طبعا التوفير لنادي الاهلي فبالتالي في بعض الاجراءات اللي بتتخذ ما قبل الصفر حقيقة كابتل خالب بيبو مدير الكرة ستاري انديل الرئيس البعث اللي هيكون فيه مباراة تسنبا التنزاني هي ستاري انديل من الشخصات المحترمة والمكتهدة جدا داخل مجلس دارة النادي الاهلي هيكون متواجد يعني عملية التنصيق وده جزء مهم جدا في مباراة هي مباراة اول مباراة في اهدي البطول واول مباراة لطريق الحصول على البطول خلي بالكم النادي الاهلي لو حصل على بطولة السفر افريقا هياخد اربعة مليون دولار وده مبلغ محترم بالاضافة ان هو مشتري في بطولة تانية وهي دوري ابطال يا رب ان شاء الله برضو النادي الاهلي لو اخدها تبقى الامور بالنسبة له يعني تبقى حادثة ما حصلتش قبل كده بالنسبة ليه الاندية الافريقية انه تبقى تحصل على بطولتين افريقية للاندية من خلال هدية البطولة في نفس اطار السنة بالتالي يعني كل التوفيق للنادي الاهلي النهاردة على فكرة كابتخالب بيبو او بنبارح وصل للسعودية عشان يعني يشوف الملاعب اللي هتلعب عليها كأس العالم وده برضو جزء مهم جدا في عملية التنصيق والتجهيز لما هو قادم يعني شوف احنا بنتكلم لسه بطولة كأس العالم للاندية قدامها شوية لكن وجود كابتخالب بيبو ده شيء مهم جدا عشان يتطمن على الملاعب اللي هتلعب عليها النادي الاهلي الامور الخاصة بالمعسكر هناك حاجات وتفاصيل بتبقى صغيرة لكن مهمة لراحة اللاعبين واني تبقى موفر كل الامور الراحة بالنسبة لفريق انا بس عشان مهم جدا ان الجمهورنا او جمهور النادي الاهلي هو بتفرج علينا يبقى عارف فريقه هيلعب مبارياته ازاي لان النادي الاهلي مشوار طويل للسنة دي الحقيقة من خلال البطولات ومن خلال المنشاط اللي تتلاقي بورا بعض يعني النادي الاهلي او العيب النادي الاهلي هيخلصوا المنتخب هيجهزوا عشان يسافروا لتنزانيا ومباراة سيمبا لكن خاني اقولكم المباراة القادمة بالنسبة للنادي الاهلي يوم عشرين مباراة سيمبا التنزاني ثم المباراة التانية مباراة العودة يوم اربعة وعشرين ثم النادي الاهلي عنده مباراة امام بلدية المحلة في حالة النادي الاهلي فاز وتأهل هتتأجل تأهل ليه دور القدم في بطولة دوري السوبر ثم عنده مباراة اخرى امام المقاولون العرب لو النادي الاهلي تأهل برضو هتتأجل ده في حالة الفوز يعني ثم عنده مباراة في دوري ابطال يوم 25 نوفمبر مع مديمة الغاني دي هتكون يوم 25 نوفمبر الاهلي هيلعب 28 نوفمبر سموحها في الدوري ثم ينجي افريكانز يوم 1 او 2 ديسمبر ثم يوم 8 او 9 ديسمبر هيلعب شباب بولزداد وبعد كده يخش بقى على كأس العالم للاندية من 12 ل 22 ديسمبر شوار يعني مضغوط جدا بالنسبة ليه النادي الاهلي وعشان كده هتشوفه الكلر في الفترة اللي فاتت بيعمل الروتيشن وبيحاول انه هو اي لعيب يعني يدخبت خطة حتى لو بسيطة او بيشتك يشكوا بسيطة بيريحوا على طول فبالتالي بيحاول يحافظ على مجموعة اللاعبين اللي عنده بالاضافة انه هو يشارك لعبين جدد شفنا الماتش اللي فات زعلوك بينزل شفنا احمد نبيل كوكا بينزل وبينضم المنتخب وبالتالي ده برضو اعتقد تفكير مهم جدا من الرجل عنده اتنين يناير فارقه ثم توقف بقى لبطولة الامة افريقية لمنتخبنا الوطني من 13 ال 11 فبراير ثم الاهلي بيعود مرة اخرى بقى بيلعب الزمالك هيعود من بطولة الامة افريقية ماتش الزمالك هيكون يوم 15 اتنين ده اول ماتش بعد العودة من بطولة الامة افريقية للاهلي وللززمالك في نفس الوقت ثم 19 اتنين طلع الجيش وبيرجع بعد كده لدوري الابطال 23 او 24 فبراير الفريق الغيني الغاني سوريا انا اسف مديمة الغاني ثم واحد مارس يونجي افريقانز برضو في دوري الابطال فبالتالي احنا بنتكلم لغاية واحد مارس لكن بعد كده في امور سواء بقى في الدوري او في بطولة الامة او دوري الابطال الافريقية هيتفضل شغالة يعني اعتقد ان الامور مضغوطة جدا للنادي الاحلي عندنا برضو مباراة لنادي الزمالك والبيراملز اعتقد بنفس الوضع والشكل مضغوطة جدا بما ان البطولات يعني بالنسبة للاندية المصرية اللي مشاركة في افريقيا موجودة برضو عشان مودن اوف فيوتشر برضو موجود مضغوطين جدا جدا السنة دي الدوري والبطولة السنة دي صعبة بالنسبة ليه كل الفرق طيب كولر سافر الراجل بعد ما قد اجازة للفريق هيقضي اجازة كده كام يوم ويرجع يبتدي التمرين مع الفريق والاستعداد بقى لماتش سنبا التنزيم عندي خبر خاص بمحمد عبد الميناء ملحية هو احد اللعبين المهمين جدا جدا للنادي الاحلي في الفترة فاتت والفترة القادمة لا ده يعني اتعرض عليه في الفترة اللي فاتت كمية عروض سواء بقى من شركات تسويق او من اندية ممكن تكون بتتابع اللاعب بالتالي في عروض جاية له هنا النادي الاحلي بيفكر في ان محمد من احد العاملات الاساسية الحقيقة في خط الظهر ما نجي نبص يعني تطور اللاعب بقى عالي جدا ومهم جدا وجوده في الفترة القادمة فيه ترضية او تجديد للعقد او تمديد ليه من خلال شكل جديد للجانب المالي لمحمد عبد الميناء لو هو بياخد مثلا خمسة دلوقتي فيه تفكير داخل اضافة النادي الاحلي انها ترفعه لمبلغ اكبر يعني لو بنقول المبلغ نفسه انه ممكن يوصل ل 14 مليون في السنة فترضية قوية بناء على اداءه الحقيقة في الملعب وبناء على تفكير لدى الادارة ان بيجي له عروض فاللعب ممكن يفكر انه هو يمشي فانا برضيك بشكل قوي يعني مميز الحقيقة وضلت النادي اهلي لو عملت كده فبتفكر في استقرار الفريق اه وبالتالي ان اللاعب مايفكرش في الجانب المادي لان الفلوس اللي بتيجي من بره اكيد اقوى واكبر من اللي بياخده دلوقتي فالترضية دي مهمة اعتقد نادي الاهلي وقدرت النادي الاهلي فكرت بشكل جيد في ترضية محمد عبد المنى اشتركوا في القناة